ابتديت أحس أني مش بحب جوزي إيه رأيكم؟ أطلب الطلاقة من وقت ما تجوزت حاولت أحب جوزي بس مش عارفة لحد دلوقتي مش عارفة تفتكروا أطلب الطلاقة صباح الخير صباح النور أنت كنت فين مبارح؟ أنمت فين؟ مفيش كنت من دقيق شوية ورحت عادت عندي كريم بعد كده أنمت في الوضع الثاني يعني لسه مخصبه لا أولا مش مخصميك ولا حاج أنت اللي متغيرة معي بعليك فترة دي أحلام دقيقاني أنا مش متغيرة ولا حاجة وعلى العموم أنا أسفل وكنت دقيقتك في حاجة لاي حاجتي أنا لأسف حاجة على عيوني أتمنى أن أتمنى أنت مكتب جدًا أتمنى أنت مكتب جدًا لا أصحي أحضر ماشي زاليش هم؟ والله يا هو طيب وبحس إنه بيحبني بس أنا مش حسين أعمل إيه؟ إيه المفاجأة دي؟ كريم، إنت ما بتردش ليه؟ كنت نايم حد الساعة 4 العصر؟ آه أنا متأخر في طبيعة صحاب متأخر توقفة ليه؟ تعالي، تفضلي خدي الباب معاك ها أنا منظري وحش قوي كده؟ لا خالص، ليه بتقولي كده؟ حس أني بتردك يا كريم، بصلك أنا مش كده أنا فعلا قلقت عليك، وإنت كمان طول يوم ما ردتش عليك كان لازم يجب تطمين بنفسي تمام، تخليهاش أزمه كريم أنا بحبك تحبي تشربي حاجة؟ بقولك بحبك تقولي تشربي حاجة؟ ما أنا مش حالفة أقولك بحبك وأنا مش بحبك أنا قلتلك إن أنا آي لايكي وزي ما قلتلك إن بارح، تخلي الحاجات تاخد وقتها حاضر أنا أسف بس والله يا كريم أنا مش بعرف عامل كنترول على مشاعري اللي بحسه بقوله على طول وعارفة إن دي حاجة مضايقة مني ويمكن كمان بتقول عليها هبلة ولا عبيطة بس والله يا كريم كل اللي أنا عايزة فرصة إديني فرصة وأنا هخليك تحبيني نادا أنت بنت موزة وأنا معجب بيك وأنا اللي جيت كلمتك من الأول صح؟ هم بس أنا عايزك تديني وقت إن أنا حس أنك أنت واحشتيني وأننا عايزة أكلمك، مش أكتر بصدك إيه؟ أنا كفص على نفسك مثلاً? ولا بقى وجودي هنا مضايئك لا، خالص بقولك ما اهدي كده وفكي احنا نطلب أكل ونقعد نتفرج لها على فيلم ايه رأيك موافقة انا بقيت بقيا يا ركب تاها جافة لقد نامتup احدتاها داعية بكل شي عشانك ما كديت طهر تشتريع بفلوزك ها؟ ممتوح ابن وذري كبير اللي فلوس ما تتعدش يتجوز بنت قلبانة وياتيمة زي الحميدة ليه؟ هادي مجاكة بالله حيحصل جلاز هادي مش ممكن عكسل ليه عندي حصل اوها اذا ويزيب لاعanie تجواز ليب انت صان وما صرحش بحالني اوه بلاك يا شبه يا شبه يا شبه اللي ويزيبان يا شبه اه بلاك يا شبه اللي ويزيبان يا شبه المترجم للقناة سباح الخير يا كيمو الخير يا دعاية عاملة ايه؟ تمام بالحمد لله اسمة عدت عليك كانت عايزاك أوكي طايم لعليها بقى هبعدي علي أوكي قولك بهاتلي قهوة على فوق صباح الخير يا حبيبة يا رب تكون انبسطة مبارح وماكنتش تقيل عليك صباح الخير يا اسمك صباحين مور يا كيمو انا بس كنت بحتاجة منك انك تبعتلي التعذيرات الجديدة اللي انت عملتها لان الكلاينج بيقوللي انك انت عملت تعذيرات وانت مبعتتها ليش اصلا فبليز ابعتهايلي طب ممكن اه؟ اه اه طبعا تفضل سوري انا قاسف ان انا مردتش على واتساب مبارح لا لا طبعا قاسف على ايه انا اصلا بعتلك في وقت متأخر مكانش مفروض ان انا عمل كده ابعتلي بس التعذيرات بسرعة ممكن بس انا انا مردتش مش عشان كان لوقت متأخر عشان زياد كان موجود فيها ايه يعني وانا بعتلك ايه يعني كده ينفع ارد قدام لا تم مردتش تاني يوم لي كنت خايف موقعي اللي بيحصل بالضبط مش عارف انا 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 دماغي كلها تشقلبت كده وانا مش على قد ما الوضوع بسيتني على قد ما هو تعبني انا كمان حاسة ان انا يعني وزي ده حصل انا اسمها تحسس شعور قوي قوي نحياتك مش عارف اعمل ايه بصراحة مش عارف سيطر على نفسي مش عارف ما بطل افكر فيك انا المفروض اعمليه دلوقتي انا كمان لما قلتلك مبارح ان انا مش بحب زياد وكنتش بقول كلامه خلاص انا فعلا حاولت احبه كتير بس ما عرفتش مش قادرة مش حساه انا بقلي كتير جدا مع زياد ومحسيتش معي ولا لحظة واحدة ان اللي حسيتها معيك انا كمان عملي ما حسيت ان انا ممكن احب حد بالطريقة دي انا عارف اللي انا هقوله ممكن يبقى كليشي بس عملي ما كنت اتخيل ان انا ممكن احب واحدة من نظرة عنيها بس ده يودينا لفين انا خايف انا مقدرش على وضع زي ده احنا مش هلقدر نعمل اكتر من اللي احنا حمالها دلوقتي زياد ده اخويا وصحبي انا قصة مش قادر استوعب ان انا فكرت او حتى حسيت بالحسيس اللي انا حسيت بيها دي فانا شايف احسن حاجة ان احنا نقفل على الموضوع ومنتكلمش فيه اكتر من كده ونوقف نفسنا لحد دي كده انت بحب صح صح احنا لازم نعمل كده احنا لازم نعمل كده احنا لازم نعمل كده احنا لازم نعمل كده